هيتم صلحان من الدين الهوية والتي لإذن الله سيعلق هذه المبوامة سلم الوصول للشيخ خاضم حكم ساكم مواقع شكرا بسم الله الرحمن الرحيم نقاط في هذا النظم للشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى علماء العقيدة التوحيد يقولوا أن الطالب أول ما يبدأ يبدأ بحفظ كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية لأن فيها الأذلة كله بعد هذا يأخذ نظم كهذا النظم تسلم الوصول حتى يعني يراجع لأن المراجعة أحيانا لبعض الكثب المطولة يعني قد تجد بعض الناس يمثل لكن النظم يجعل الإنسان ينشر لكن المهم في التوحيد العقيدة الرجوع إلى الأذلة لا يمكن أن تنكر عن إنسان مثلا صنع شيء لهب للقبور وكذا تقول فليت شعي من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الضول والإنعام ليت نشكو محنة الإسلام لا صلحان فالرد عنه خالد لكن تستطيع أن تستحضر الأذلة معتقدة للسنة والجماعة وغيطان القارئ دعا لي ولم يدعونا في الحضور الأصل أنك تدعو من جميع سواء كان المؤلف أو من المدرس كذلك الحضور يعني تخصا بدعا نعم فلو تعيد أحسن حتى نمشي طريقة واحدة اللهم أقل لنا والشيخنا والحاضر صلى المصنف ورحمه الله تعالى نعم طريقة أهل السنة والجماعة سأل الله أجعلكم أجعلني ويأكم منكم أنهم يعني إذا ذكروا الله قالوا سبحانه وتعالى أثنوا عليه واذا ذكروا الأنبياء ورسل عليهم صلى الله عليه وسلم صلى وسلم عليه ذكروا الصحابة رفضوا عنهم ذكروا العلماء الأموات ترحموا عليه والأحياء يقول حذر الله ولو الطب إنسان إلى الكلام أو نقل الكلام لرجل ليس من أهل السنة ولكن اضطر لنقل الكلام عنه فماذا يقول يقول قال فلان عفو الله عنه دعا وتبرى وتبرى وسلم من أن بعض الناس قد يقول أن فلان يتبنى مذهب هذا العالم الذي فيه وفيه وفيه يبدأ العلماء رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداءا بالكتاب العزيز اقتداءا بالأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام اقتداءا بالعلماء السلف رحمهم الله تيمن وتبركا للبداء بسم الله لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحدي في البركة واستئناسا بحديث وإن كان لأصح ويبدأ كذلك العلماء بالحمد اقتداءا بالكتاب العزيز اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم الكتاب العزيز أول سورة القرآن الحمد لله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح إن الحمد لله واقتداءا بالعلماء السلف وحمد الله موجب لبقاء النعمة فيحمد العلماء في أول الكتب لأن الله سبحانه وتعالى انزلهم هذه المنزلة وهي منزلة ثراثة الأنبياء ويحمد في آخر الكتب لأن الله تبمى عليهم النعمة الحمد هو ذكر المحمود بجميل استفادة على وجه المحبة والتعظيم للثناء لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء ما الدليل أن الحمد غير الثناء الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العين قال الله سبحانه وتعالى حمد العبد وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد فبدأ المؤلك رحم الله تعالى بالبسملة والحمد نعم وحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المنزلة وهي منزلة ورثة الأنبياء الطريق الموصل إلى الله طريق واحد قل هذه سبيل أدعو إلى الله الطريق الموصل إلى الله طريق واحد وطريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السبب الصالح نعم نعم نحصل عليكم قال رحمه الله تعالى أبدأ بسم الله المستغينا ورد من به مدبر وعينا نعم الله سبحانه وتعالى مفرد بالواعي التوحيد الثلاثة توحيد الرضوبية والبلوهية وعسمه الصفات الرضوبية أفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدري توحيد الألوهي أفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة توحيد الأسماء والصفات سيهتمعها بإذن الله تعالى نعم هذا النظم يعني تقريبا نظم المؤلف فيه الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الوسطية وسنشير لهذه المواربة بإذن الله تعالى مباشرة مباشرة على البيان خل الدعاء بعد إن شاء الله والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا نعم قلنا الحمد لله موجود للقاعد النعمة نعم أحمده سبحانه وأشكره من مساوي عملي أستغفر نعم لأن العبد لا بد يسير إلا الله بين الخوف والرجاء وأستعينه على أنه الروا وأستغفره فيما قضى في كل صلاة نقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين الجمع بين الشرع والقدر جمع بين الشرع والقدر فاعبده وتوكل عليك كيف تؤمن أن الله سبحانه وتعمل عليك وكتم قدر كل شيء ومع هذا تعمل كأنك تقول يا رب أنا أجمع بين إيماني بعلمك للأشياء والله سبحانه وتعلم قدر كل شيء ومع هذا أعمل تجمع بين الشرع والقدر نعم وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص شهادة الإخلاص الشهادة تكون على شيء مشاهد ولماذا نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله عندما تشهد أن لا إله إلا الله من شرط لا إله الله اليقين وغد اليقين الشكل يعني تجعل الغير كالشهادة تشهد يعني أقر بقلبي ناضقا بلساني عاملا بجوائه اللا إله لا معبودة بحق لا إله إلا الله تقوم على رحنين كفر بالطاقوة وإيمان بالله لا إلهنا فيها جميع معبد من دون الله إلا الله مثبتاً عبادة لله وحده الأشريك نعم شهادة الإخلاص نعم شهادة الإخلاص إلى الله يُعبَّد للحق المألوم سوى الرحمان نعم لا معبود بحق ولو قال قائل معنى لا إله من الله لا معبود إلا الله هذا معناه جعل كل ما عبّد من دون الله إله إذن لابد في لا إله من الله لا معبود بحق كأنك تقول كل ما عبد من دون الله عبادة الله والمستحق لعباده والله إذن لا بثلاء إلا الله من الركنين كفر بالطاقود قبل الإيمان بالله نعم بالحق ما ننسي والرحمن ما الجلال أين وعن نقصان نعم ولا يعبد إلا كامل الصفات سبحانه وتعالى وأن خير خلقه محمد رجال باللينات والردال نعم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام نبينا من جاءنا بالبينات رسول من الله يطلق صحفا مطحرة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ما هي البينة؟ رسول من الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو هدى وجاء ومع الهدى لكن أي هداية لأن هداية عندنا هداية دلالة والشار هذا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد إلا ساره على ما سارى علي عليه الصلاة والسلام والدليل وإنك لا تهدي إلى صلاة المستقيم أما هداية التوفيق هذا ليملك النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إنك لا تهدي من أحذر ولكن الله يهدي ما يشاء نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي بعث لقومي خاصة أو بعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس الكافة ما معنى هذا إلى جميع الخلق بل إلى الثقلين الجنو الأنس يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر كائنا من كاف يهودي نصراني وجوز وجاء ذكر هذا في نواقض الإسلام نعم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لقمن بي لكان من أهل النار نعم الله لا فهذا ذكرنا الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء ما لك يوم الدين يعني يوم الجزاء أو الحساب يوم الآخر إن الدين عند الله الإسلام العمل إذن الدين يطلق على الجزاء أو الحق ضد الباطل نعم الصلاة من الله من أحسن ما قيل فيها ما جعل أبي العالي كما ثبت في البخاري تعليقا أن الصلاة من الله فنوع عنه صلى عليه في المال الأعلى صلى الله عليه آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباع على دين لأن الآل إذا أطلقنا الآل المراد بهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دين ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعه من؟ أتباع على دين نعم لكن إذا قال الآل الذين تحرم عليهم الصدق هم بني هاشم ومواليهم نعم والآن والصح جمع صحابي وهم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت برد على صح الأقوال نعم دواما سومتك نعم بعد أن جاء بالبسملة والحمدلة جاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب لهدارة هذه الأمة كل خير يلحق هذه الأمة سبب النبي عليه الصلاة والسلام فلابد من ذكري عليه الصلاة والسلام نعم وبعد هذا النظر بالوصولي لمن أراد منهج الرسولي نعم الآن أراد أن أبين لك هذا النظر في ماذا من أراد منهج النبي صلى الله عليه وسلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نعم سألني إياه من لا بدني من امتثال سؤله الممتثل نعم وأقيل أن الشيخ قرعاوي رحمه الله طالب من الشيخ حاضر أن يكتب نظم في الأصول نعم أصول المعتقد وقلت ما عجزي وما عشباقي واعتمد على القدير الباقي نعم أقول ما عجزي وما عشباقي وهذا فيه توابع المؤلد رحمه الله تعالى وقال لابد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فنسى الله سبحانه وتعالى الإعانة نعم على ما ترخينا من الإبانة نعم قال رحمه الله مقدمة تعذب العبد المخلق له وبأول ما فرر الله تعالى عليه وما أخذ الله عليه به المثاقة في رفع به آدم وبما هو صارع إليه نعم هذا لا يشك فيه أحد لكن الإشكال كل الإشكال في العمل تسأل أي إنسان لماذا لخلقنا يقول للعباد ما الدلم وما خلقتوا الجن والإنسان إلا ليعبدوكم طيب الإشكال في العمل لو جاء إنسان مثلا آخر الجوار وفتح الغرورة الماء وآخذ يشرب هكذا يعني يشرب ماذا نقول عنه مجنوب لأنه لا يدري أن هذا الجهاز صنع لماذا شرب الماء الاتصال طيب خلقت أنت لماذا للعبادة فإذا اشتغلت بعبادة الله سعيد وإذا اشتغلت بغير العبادة مجنوب خلق الخط ليعبدوه وبالإلهية يجيغردوه أي إنسان مسلم تسأل مسلم موحد نعم ما هو التوحيد إذا قال لا أدري شهادة زور مشرك يقول أعوذ بالله أنا لست مشرك طيب ما هو الشرك الذي يحرم الله عليك إذا قال لا أدري شهادة زور وقد يكون وقع حتى في الشرك الأكبر وهو لا أدري إذا أهم شيء لا بد نتعلم التوحيد ونعمل به وندعوه ولا بد تعلم الشرك حتى نحذر منه ونحذر منه نعم الخلق الخلق ليعبدوه ليعبدوه وبالإلهية يفردوه سبحانه وتعالى ننتいる توحيد الألوهية هو التوحيد الذي تخاصم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار الذين وعثون ولا أنتم عابدون ما أعبد أقرر بتوحيد الرقوبية وحصل بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم خصومة في الألوهية في العبودين نعم نعم أخذ الله سبحانه وتعالى العهد المثال على بني آدم على الصلاة والسلام لأن يعبد الله ولا يشرقوا به شيئا نعم فإذا كان هو الرب لابد أن يكون هو المعبود المفرد بالربوغية لابد أن يفرد بالألوغية الحمد لله لماذا رب العالمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم لماذا قال الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم نعم وبعدها لا رسله قد أرسل لهم بالحق بالحق الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى هو الرب الربوبية أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالنعم ثم أن الله لم يترك الخلق هكذا فقط خلق ورزق لا أرسل إليه وهذا من نعم الله بل هي أعلى النعمة من أعلى النعمة أننا الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الأنبياء والرسلين والصلاة والسلام وأنزل الكتب لكي بذل عهد يذكرهم ويمذرهم ويمشرهم نعم رسلا مبشرين ومنذرين نعم مبشرين لمن أطاع ومنذرين لمن أعصى نعم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجته عز وجل نعم قامت الحجة عن الخلق بإسالة أنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وأتبع من بعد وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله نعم فمن يصدقهم بلا شقاط فقد وفى بذلك المثاق نعم من يصدق الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ولابد من تصديقه ومن كذب الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام فهو كاب الكبر أكبر نعم وذا تناجي من عذاب النار ومن في الوارف العقبة الداري نساء الله من فضلي نعم ومن بهم وبالكتاب تكذب ولازمت إعراض عنه والإباء أعراض وأبى إعراض استكبار وعناد كما حصل من فعو نعم نساء الله عقب السلام نعم فذلك ناقر كلا العبدين مستوجبون للخزي في الدارين نساء الله عقب السلام فهو مخلطة خلود أبدي في النار فالذي يموت على الشركة الأكبر على الكفرة الأكبر مخلطة خلود أبدي في النار نعم فصم في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين التوحيد ينقسم إلى قسمين التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا اشتار والبعد يقول هذا التقسيم بدعة كيف نجيب من يعلم من يقول أن التقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة كيف نرد عليه نقول أنت لن تفهم البدعة أصلا نحن لا نتعبد لله بالتقسيم نتعبد لله بالتوحيد جاءنا عامل لا أعرف شيء أقسم التوحيد إلى غير سألنا من ربه قال ربي الله ما دينك قال دين الإسلام تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادات قال كل العبادات لله والله سبحانه وتعالى هو المعلوم وله الأسماء الحسنة والصفات العلم لازم نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام لا والعلماء رحمهم الله نظروا في نصص الكتاب السنية وجدوا من التوحيد القسم إلى ثلاثة أقسام أو تقسم التوحيد إلى قسمين لا اشتار إذا قسمنا إلى قسمين يكون القسم الأول فيه أقضب بي وأسمه صفات والثاني التوحيد الألوهية جنون هذا الذي يقول تقسم التوحيد بدعة ولم يفهم البدعة أصلا طيب نحن نقسم الكلام الاسم وفعل وحاول صحيح؟ ما الدليل؟ الدليل أذهب ونظر إلى كلام العرض تجد أنني حسب بهذه الثلاثة أشياء نعم وبيان النوع الأول الأول هو توحيد المعرفة الإثبات نعم أول واجب على البيدي أول 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 واجب على العبيدي معرفة الرحمن بالتوحيد نعم 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 والنحو أولى أولا أن يُعلم وقال من لم قال والتجويد فرض واجب وكذا كل واحد يعني يؤلف في الفن إدعى أنه أوجب الواجبات لا ما يمكن توحيد أوجب الواجبات لو جاء الإنسان لاعي في اللغة العربية يهود نصران مجوس وشاهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد العبد الرسول قوي عمل الاعتقاد جاء مشروط لا إله إلا الله موحد نعم تعلم اللغة تعلم قرأة القرآن أصلاً حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أخرون القرآن ولو جاء وسترقين قال يمرقونا من الدين كما يمرق السفن الضمين أول واجب على العبيد أخوان معلوم هذا يأتي اليوم من يشكك في مسلمات يقول لا أول واجب الشك أعوذ بالله أول واجب النظر أول واجب كلمة أول واجب التوحيد ليكن أول ما تدعون إليه قال ناظرهم تكلم على الأخطاء عند كلمة لا قال ليكن أول ما تدعون إليه إذا أوجب الواجبات وأول واجباته دعوة الأنبياء ورسل عليهم الصلاة التوحيد وهي أسهل طريقة للدعوة نعم قال إذ هو من كل الأغامر أغامر أعظمه أعراد أن يبين لك منزلة التوحيد نعم الله نمعاني أيام من يفهمه نعم إثبات ذات ربي جلّى وعلى أسمائه بسن صفاته العلاق توحيد ربوبية وتوحيد لسن الصفات هذا القسم الأول نعم وأنه رب الجليل أكبر خالق البارئ المصور نعم هو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى نعم باري البراي المشئ الأخلائق مدعهم من أمثال سابق نعم تقدم أن الله سبحانه وتعالى مفرد بالغوبية ربوبية فراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبيع هذا التوحيد لم ينكر أحد لم ينكر أحد ولا ممكن لأحد أن ينكر هذا التوحيد حتى في العرب والنموض نعم حصل منه من كافة أحد الغبوبية لكنهم في قرارة نفسه يعلم أنه رخلق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون نعم فالأول الموت بالامتدائي والآخر والباقي بالانتهاء هو الأول والآخر والظاهر والباطن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك الشيء إحاطة زمانية في الأول والآخر والظاهر والباطن إحاطة مكانية ولا يمكن أن نعدل عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء هذا معنى أن لها معنى وقال مجاهد أعرضت المصحف على ابن عباس رضي الله ثلاث من رأى أوقفوا عند كل آية إذن لم يستثني شيء خاطبنا الله بما نعقل ومن أنفر وقال ليتدبروا آياته ولن يستثني شيء وأكثر ما في القرآن بل لا تخلوا منه آية كما قال ابن القيم ما هو التوحيد الأسماء والصفات كيف لا يمكن أن نفهم التوحيد ونرجع إلى فهم الآيات التي جاءت في وصف الرحمن سبحانه وتعالى المتهوكين والنصارى والمجوس عجيب أرض نعم الأحد الأحد واحد في ربوبية واحد في ألوهية واحد في أسماء وصفات قل هو الله أحد نعم الصمد الصمد الذي تصمت إليه الخلاق في حوائجه والذي قام بنفسه وقام غيره به مستغني عن كل شيء وقال ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدته كمل في ربوبيته كمل في ألوهيته كمل في أسمائه وصفاته نعم العلوم إثبات العلوم لله سبحانه وتعالى هناك من يذكر صفة العلوم في مؤلف مستقيم كالذهب رحمه الله لماذا؟ لأنو يثبت صفة العلوم لله سبحانه وتعالى تثبت كل الصبات العلوم علوم في الذات وعلم في الصفات علوم في الذات ثبت عب enchالي والله سبحانه وتعالى على خلقه بأدلة خمسة إجمالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر هذه أدلة إجمالية خمسة القرآن تنوعت أدلة القرآن بإثبات العلوم تارى بذكر العلوم وتارى بذكر الفوقين والاستواء وصعود الإشياء ونزولها منه السنة بأنواع الثلاثة السنة القولية الفعلية التقريرية بل السنة المتواترة جاءت بإثبات العلوم لله سبحانه وتعالى الإجماع إجمعت العمى على إثبات علوم الله سبحانه وتعالى على خلقه العقل يستحيل أن يأتي عاقل إن لو لابد أن يثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال ونزلها الله سبحانه وتعالى كل صفة نقص وعيد إذن عقل الفطرة كان يقرر يريد ينكر العلوم فقام إليه طالب الحمدان وقال يا أستاذ دعنا من ذكر العلوم دعنا من هذا الكلام والفلسف والمنطق دعنا من ذكر العلوم أخبرنا يا أستاذ ما دعا عارف قبل لا يوجد إنسان على وجه الأرض يريد يدعو إلا وجد من نفسه ضرورة إلى قلب العلوم تقول يا رب يدق عليك الفقير زجاجة السيارة اعطيني اش تقول له ما تكلمه تصنع كذا اشي يعني هم لا يوجد على الله يقول عندنا صحيح أثبت تجدون وتسألوا أين الله قال في كل مكان وهو يقول كذا ويدعو كذا ويسجد يقول سبحان ربي الأعلى ويقرأ القرآن سبح اسم ربك الأعلى الأعلى ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يعني السماء علوم في الذاق وعلوم في الصفاة فإذا أثبتنا العلو لله علوف الذات وعلوف الصفاة مع هذا أثبتنا كل الصفاة نعم جدا للأضباط والأروان نعم ليس كمثل هي شيء وهو السميع البصير لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد طريقة على السنة والجماعة سأل الله أجعلكم منهم في استفاة المنفية نفيه عن الله مع إثبات كمال الظلم وما ربك بظلام للعبيد نفر الله سبحانه وتعالى نفس الظلم لكمال عدله نفر الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته نفر الله سبحانه وتعالى عن نفسه الند والشبيه والنظير والمثيل لكمال أحدية والصمدية وكمال كمال غناء سبحانه وتعالى نعم كذل هو العلو والفوقية على إبانه بلا كيفية بلا كيفية ما معنى بلا كيفية أن لله كيفية نعم لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة القاعدة عندنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علمه عند الله والسؤال عنها بدعة قال الاستواء معلوم المعنى والكيف مجهول يعني لا ندري عن الكيفية لمن الذي يتكلم عن الكيفية كاذب والله كيف تدرك الكيفية تدرك الكيفية بالمشاهدة ولم نر الله أو بخبر الصادق ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية أو برؤية المثيل إذا كان له مثيل والله سبحانه وتعالى ليس كمثل هي شيء إذن نثبت لله كيفية تلق به سبحانه وتعالى لكن هذا الكيفية لن نعلمه والسؤال عنها بدعة نعم إذن ثلاث قواعد عندنا إثبات وتنزيه والمعاني معلومة الكيفية عينه عند الله والسؤال عنها بدعة إثبات وهو السميع البسيط تنزيه ليس كمثل هي شيء المعاني المعلومة الكيفية عند الله والسؤال عنها بدعة ولا يحيطون به علم جمعة في قول الإمام مالك رحمه وتعالى نعم وماذا منطلع إليه يقول قد يظن توهم وتوهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان في هذا العلو قد يخفى عليه شيء من آمال من آدل فالله سبحانه وتعالى قريب في علومه نعم تعيد وماذا منطلع إليه بعلمه مهيبين مهيبين عليهم نعم تجمع جمع الله بين في وصفه لنفسه سبحانه وتعالى بين العلو والمعية والعلم والإحاضة نعم إذن نجمع ولا يمكن تقيس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص ليس كمثلي شيء والسميع البسيط نعم نعم قول أهل السنة والجماعة في المعية تل الله معية حقيقية الإقضية سبحانه وتعالى لا تماثل معية المخلوقين ويسأل الله سبحانه وتعالى عن الظن الكاذب مثل أن يظلم أنه حالا في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها نثبت المعية ونثبت مقتضى المعية نثبت المعية كما ذكرنا الآن ونثبت مقتضى المعية علم قدرة وإحاطة نعم جميع معاني الموبيلة مفهوم إذن نثبت المعية الصفة ونثبت المقتضى كما أننا يعني في بعض الصفات الرضا نثبت صفة الرضا من اللاسب ونثبت مقتضى الرضا كذلك الثورة ولا نفسر الرضا بالثورة نعم قال وذكر من القرب والمعية لابد لم ينفل من العلو والفوقية لماذا؟ لأن الله جمع لا بد أن نجمع نعم فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه سبحانه وتعالى نعم حيّن وقيّن فلا ينام حيّن ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحقها فنام وهذا كمال ذاتي والقيّوم الذي قام بنفسه وقام غير به وهذا كمال كمال في الذات وكمال في السلطة وإذا انضم الحيّ مع القيّوم كان حسن على حسن اسم الله حسن أي بالغ في الحسن أكمل والاسم إذا انضم إلى غير كان حسن على حسن ولهذا قالوا أن الحيّ مع القيّوم اسم الله الأعظم لأن الحيّ كمال ذاتي والقيّوم كمال سلطاني وجاء الحيّ مع القيّوم حسن على حسن وتكرّر وجاء الحيّ مع القيّوم في القرآن فيه كم أوضع نعم في ثلاثة موضع نعم في ثلاثة موضع في آية الكرسي في أول سورة العمران في سورة طاها وعنية الوجوه للحيّ القيّوم نعم حيّن لا ينام صفة منفي عن الله ننفي عن الله سبحانه وتعالى السنة والنوم لكمال حياته وقيّوم نتي نعم ليس كمثله شيء لا يمكن المخلوق الناقص بماثر الخالق الكامل سبحانه وتعالى كما أن نثبت لله من يقول أنه لا يمكن إثبات إلا بتمثيل نسأل تثبت لله ذات ليست كالذوات يقول نعم إذن أثبت لله السفات ليست كالصفات أنت موجود يقول نعم والله موجود لكن ليس الموجود كالوجود نعم ولا السفات كالالصفات ولا الذات كالذات ولهذا قال نقول في في السفات كما نقول في الذات نعم هذا رد على من ينكر كل السفات الجهمية طيب من يثبت بعض السفات ينكر البعض قال هذه السفات لا يزب من إثباتها أن تكون مواسط مغافرة إذن أثبت الكل أو إن في الكل لابد يقول أثبت الكل نعم لا تمنغ الأرهام ممكن هداته نعم إذن لا يمكن أننا نقول على الله بغير عين وذروا الذين يلحدون في أسمائه لأننا لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وعليه السلام ومثير نعم لا يمكن التكييف محرر التكييف يكون إما التكييف كيف يسأل بكييف كما سأل قال الرحمن العرش استوى كيف استوى فالتكييف محرر سواء كان باللسان تعبيره أو بالبنان تحريره أو بالقلب تقديره كل ما خبره ببارك فالله سبحانه وتعالى أعظم أجل من ذلك لا يمكن نقول لكم كيفية نعم فهذا الأخذ اشترى سيارة مر ستس مثلا الفين سبعة عشر فهذا يسأل كيف هذه السيارة فهذا سؤال عن كيفية نعم فلا يمكن أن ندرك الكيفية لأننا لم نرى الله ولم نخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ليس له مثيل نعم فالتكييف محرر لا يمكن تكين لا باللسان ولا بالكتابة بالرسم مثلا مفهوم ولا بالقلب تقدر نعم الآن عندما قلت الشيخ اشترى سيارة أو ستس الفين سبعة عشر هذا قدر لها شخي صح في ذهنه نعم فالله سبحانه وتعالى قلنا الحيذ الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا حق فناء ولا يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى نعم مفرد بالخلق والعرادة وحاكم جل بما أراده نعم خلقه ملكه تدبيع فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعمله هذه المسألة الإمام بالقضاء القدر هل الإنسان مخير أو مسير إشكاله وبعض الناس يقول أجبني الآن من أنت أجيبك الآن مسير أو مخير نقول لمن يسأل هذا السؤال أولا إما أن تنتهي عن هذا السؤال أو نصفك بالبدعة لأنه لم يسأل الصحابة رضا الله عنه وهم أحرص على العلم منه وأدقى لإله منه والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصفه أنصح الخط للخط وعلم الخط بالله فهذا السؤال بدعة أولا ثم الثانية نقول ماذا تريد من هذا السؤال تريد إقاع الناس إما في القول بالجبر أو إنكار القضاء والقدر الثالث يعني تجيب ثلاث درجة أولا تقول السؤال بدعة الثاني أراد إقاع المسؤول إما في القول بالجبر أو إنكار القدر الثالث نقول أن الإنسان في بعض الأشياء مسيّة وببعضها مخيم لا يكون في ملك الله إلا ما أراد لنتقدم معنا مراتب القضاء القدر أربع العلم والكتاب المشيّة أشرب الخامة وتسأل يأخذ تق الله لماذا تشرب الخامة قال إن شاء الله ما شرب الخامة إنما أشرب بقضاء إلا إذا أفاغ وقال ليش تضرب تقول قدر الله تلومنا على شيء كتب الله عليه كتب الله أنا أضرب أوكي ماذا أسمع اقتنع ورجع عن هذا المعتقد الفاسد تتركه وإلا تعطيه الثانية مفهو حتى نفهم هذا المثال للفهم لا تضرب أحد رفع السائل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأمر عمر رضي الله عنه فجاء معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله أتنومني على شيء كتب الله عليه وقال له عمر ونحن لا نقطع كله بقضاء الله قضى الله أن نقطع يدك ماذا نصنع أجابه بنفسه الحوج أنت تحسن الضن في الله تقول اختار من الله لن أكون من أهل السعادة أسعى لها سعيه وأقوال المؤمنين فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن نعم والله ما يوضي أمنه وتكون تسير الله بين خوفه نعم ولهذا يقول أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد ونهاه صحيح إذن له فعل وسمنا مسلم وكافر وبر وفاجر ومصلي وصائد إذن له قدر الأختيار والله سبحانه وتعالى خلق الخلق بخلق أفعال العباد نعم نعم قدر الله وقوع الشرك والبدع والمعاصر لحكم أرادها الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس هل يحبه الله لا وقع نعم كوني قضاء كوني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عاملوا ما الحكم والغاية لعله يرجعوه تعلم الله سبحانه وتعالى الصالح من الفاسد نعم وهو الذي يراد ببذري في الظلمة خلق أصو من صحيح ليس كمثل الشيء والسميع البصير السميع السمع يأتي بمعنى استجاب الإجابة سمع الله يعني استجاب الله إن ربي لسميع الدعاء وجيب الدعاء واحد سمع بمعنى إدراك الأصوات عام وخاص وتهديد عام سبحانه من وسع سمعه الأصوات السميع البصير خاص إنني معكم أسمع وأرى نصر وتعيين تهديد أم يحسبون أننا لا نسمع سطره ما نجواب نثبت الكل سمع بمعنى استجاب وسمع إدراك الأصوات عام وخاص وتهديد البصير البصير يأتي بمعنى العلم لأنه ليس كل ما يعمل العباد يورف أشياء أعتقاد أهل النفاق نصر عبد والسلام نعم طيب و وإدراك المرئيات عام وخاص وتهديد نعم نعم مسامع للجهر مسامع للجهر والإخفاة بسمعه الواسع للأصوات نعم سمع عام وخاص وتهديد والسمع بمعنى قلنا استجاب نعم وعلمه بما بد وما خفي أحاط علم بالجلي والخفير نعم العليم والخبير العليم يعني بالظواهر والباطل وقد يتواهم التوحم أنه لا يعلم الباطل قال الخبير يعني بالباطل إذا كان يعلم الباطل من باب أولى يعلم الظواهر نعم وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناءه تعالى شانه نعم هو الغني سبحانه وتعالى نعم وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقرون إليه ولا ممكن أن تستغني عن الله طرف فتا عين الرزق فور قال الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق والرزق نقسم إلى قسمه رزق خاص ورزق عام نتكلم عن العام العام نقسم إلى قسمه حلال وحرام رزق مخدرات ولا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورباحكم رزق يحرم ورزق حلال هذا عام اشترك فيه المسلم والكافر الرزق الخاص خاص بأهل الإيمان أست الله يجعلون لكم منه الإيمان والتقوى لعمل الصالح نعم رزق من الله سبحانه وتعالى قال إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع له صوت وحروف يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كله ما شاء لا هواته الكلام المخلوقين وإثبات صفة الكلام لله ثابتة بأدلة إجمالية الكتاب والسنة والإجماع والعقل نعم ومن أقوى الأدلة وإن أحد من المشركين استجارف أجره حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله ألا له الخلق والأمر لو كان كلام الله مخلوق مع أن هذا القرآن مخلوق الشمس والقمر تأخذ منها أوامر نواهي لا إذن القرآن مخلوق لو كان مخلوق مثل الشمس والقمر لا تأخذ منه أوامر ولا نواهي صحيح وغاير الله بين الخلق والأمر أي إنساء تقول له كلام الله مخلوق تقول تعالى إذا نزلت ما نزل فيه جن فيه جن فيه شياطين فيه حياته فاعش تصنع لو تستعيد بالمخلوق في هذا الموضع شرك أكبر لو يقول أهل الإجارية أن يستعينه بسيد هذا الوالي هذا هو الشرك الأكبر صح؟ لأنه لا أقدر عليه إلا الله فتسأل تنزل منزل لو استعذ بالمخلوق في هذا الموضع استعذ بالمخلوق في هذا الموضع ولا أقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر ماذا تقول؟ قال أقول أعوذ بكلمات الله لو تقول كلام الله مخلوق فأنت مش يكشي كتبر لنستعاذ بالمخلوق فيما نقدر عليه إلا الله ولو تقول كلام الله صفة من صفاته فأنت تثبت الصفة لله والحمد لله مفهوظ؟ نعم قال ولم يزل بخلقه العليم نعم كلامه مجلع الإنصائي والحصر والنفاق والثماري نعم لو صار فاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أثري والخرب تكتبه بكل آني فأنت وليس القول من أثاني نعم والقول في كتابه المفصل القول في القرآن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدع أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم به ابتداء وإليه يعود وصفا وإليه يعود قبغا إليه يعود وصفا لأن الكلام مضافر من قاله مبتدنا لا من قاله مبلغا مؤدئا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا كلام يعني لكن الكلام غافر من قاله مبتدنا فأقول للناس إذا قرأوا المصحف حفظوه كتبوه لم يخرج عن كوله كلام الله فالصوت والألحام والكتابة هذه قال فالصوت والألحام كلام من؟ كلام ما؟ لكن ما المتلو كلام الله سبحانه وتعالى هذه مسألة يسلميها العلماء هنا اللفظ والمنفوغ مفهوغ هنا طيب تعين بالله؟ كما تعين؟ القول في كتاب الله في القرآن لم يكتفي بأن أثبت صفة الكلام لله لأن الكلام كثير في هذه المسألة أثبت صفة الكلام لله سعى الله أخبره وأثبت أن القرآن كلام الله قلنا منه بدأ هو الذي ابتدأ وتكلم به وإليه يعود إليه يعود وصفا وإليه يعود قبضا في آخر الزمع نصرعات والسلام عندما يتوقع الناس العمل بالقرآن نعم والقول في كتابه المفصل بأنه كلام مهود كلام ومنزل نعم منزل غير مخلوح أنت تبت ختم اليوم على النصف شوف ما أدرعت نعم شوف نصفا للمضوع موقف عندها نعم 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 على رسول المصطفى خير وليس بمخلوق ولا بمفتوع نعم ليس بمخلوق ولا مفترع افترع أو تقوله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي نعم يحفظ بالقلب ويحفظ نعم نحفظ القرآن نعم يحفظ بالقلب وبللسان يتلى كما يسمع بالآذان يتلى باللسان ويسمع بالآذان فالصوت والألحان صوت الآية لكن ما المتلوه كلام البالي وإن أحد من المسيكين استجارك فأجره حتى يسمع كلام من؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ليقر القرآن قال حتى يسمع كلام الله أضاف الكلام إلى من قاله مقتدئاً لا من قاله مبلغاً مؤدياً نعم كذا بالأبصار إليه ينظر وبالآيات خطه يسطر نعم ننظر إلى آية القرآن ويكتب القرآن نعم هذا مخلوقة الصوت والألحان والكتاب والأوراق هذه مخلوقة لكن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة نعم نعم كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى نعم جلت صفاته عبدنا الرحمن عن وصفها بالخلق ودخ التعني لا يمكن أن نقول أن الصفات الله سبحانه وتعالى مخلوق نعم والصوت والألحان صوت القاري لكن من مزلو قول الباري نعم ما قاله لا يقبل التبديل لا يقبل التبديل لا يمكن أن نبدل كلام الله نعم كلا ولا أصدق منهم إلا يقول هذه أدلة على أن القرآن كلام الله النداء يكون بصوت وحروف ومسموع للبعيد والمناجعة تكون للقريب قيلة وحديثة قال الله نعم هذا لا يمكن يكون القول إلا بصوت ومسموع وحروف نعم وقدروا الثقات عن خير الملاء بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزلوا يقولوا أن التاريخ ليقبلون نعم أي صفة إثبات صفة النزول لله سبحانه أهل السنة والجمع يثبتون لله سبحانه وتعالى نزول حقيقي يلق بجمعات عظمته لا يماثل نزول المخلوقين في الثلث الآخر من الليل ولكن يصان الله عن الظنون الكاذب مثل أن يظن أن السماء تضله أو تقله أو تحيط به أو أن المخلوق يحيط بالخارق سبحانه وتعالى ثمرت الإيمان بصفة النزول ماذا تصنع؟ تشتهد للقيام في هذا الوقت صح؟ وتدعو الله سبحانه وتعالى وهناك من ينكر النزول نعم لكن هو بفطعته يثبت النزول كي يشتهد في الثلث الليل الآخر وبخاصة في العشر الأواخر من رمضة قالوا أن النزول نزول للرحمة ونزول للملائكة ونزول للأمر وكذبوا الله مخالف للكتاب والسنة والإجماع ثم لا يمكن أن الملائكة أو الرحمة تتكلم بهذا الكلام هل من سائل؟ صح؟ ثم الرحمة نريد نزول الرحمة إلى أين؟ إلى الأرض لماذا تنزل فيه؟ والرحمة والأمر والملائكة النزول يكون لهم في كل وقت لماذا أخص في الثلث الليل؟ الآخر نعم هل من المسيء الطالب من الممثرة يجد كريماً قابلاً من أعذرة؟ وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى نعم البعض أيضاً يقول طيب الليل يمتد في الكويت ثم في السعودية ثم في مصر ثم في كذا معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل وقت أعوذ بالله هذا اعتقد ماذا؟ اعتقد أولاً وهذه طريقة عن الباطل يعتقد أولاً ثم ينكر النصو اعتقد ماذا؟ التمذيب نحن أولاً نستدل الدليل ماذا يقول؟ ينزل ربنا الوقت ثلث آمن وصدقنا وسلم لا ليس كمثل شيء ليس لي علاقة علاقة أن أقول آمنت وصدقت وسلمت والله صحيح ليس كمثل شيء كم من مصل اليوم يقول الحمد لله رب العين كثير والله سبحانه وتعالى قال إذا قال العبد الحمد لله رب العين قال الله حمدني عمدي كيف؟ لا تقول كيف قل آمنت وصدقت وسلمت يقول الإمام الشافعي آمنت بالله وبمجاع عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله ومجاع رسول الله على مراد رسول الله النتيجة يهدك الله آمن تحتدي إلى الطريقة أهل السنة الاعتقاد أولا ثم الاستدلال هذا مذهب أهل الباطل استدلال أولا أولا الدليل ثم بعد هذا نعتقل آمننا وصدقنا وسلمنا نعم يمن بالخيرات والفضائن ويستر العبى ويعطي السائل نعم وأنه يجيء يوم الفصل هذا فيه إثبات صفة المجيء والإتيار فهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى مجيء حقيقي مجيء لا يماثل ما للمخلوقين نعم طيب بعضهم قالوا أن هذا المجيء لمن للملائكة لكذا مثلا لا غاير الله سبحانه وتعالى بين مجيء الملائكة ومجيء سبحانه وتعالى ما الدليل نعم ما الدليل أذل المجيء والإتيار وجاء ربك والملك صفة صفة نعم هذا صريح القرآن وغاير الله سبحانه وتعالى بين مجيء ومجيء الملائكة نعم قال وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء بالقضاء العدلي كما يشاء مجيء حقيقي للجنة العظمات نعم وأنه يرى بلا إنكار يرى بلا إنكار عند سؤال طيب أما عند جوال لماذا يذكر علماء العقيدة صفة لا يذكرون أدلة الرؤية يذكرون أدلة الرؤية لماذا يذكر أدلة الرؤية في كتب الأسماء والصفات لأنه ما الفائدة ما مدخل إراد أدلة الرؤية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة علماء الشعاء والصفة لماذا تذكر في كتب الأسماء والصفات من يعرف لأن الآن لا يمكن لإنسان ينكر الصفات لابد ينكر الرؤية أي إنسان ينكر الصفات لابد ينكر الرؤية لماذا لأنه ما ترى المعدل إذا ترى شيء نقول سفلنا هذا الشيء صح فإذا كان يرى الله سبحانه هذا معناه أن له صفات فهذا يضطر إذا أنكر الصفات يمكن الرؤية وقال بعد العلماء نسوى العابد والسلام يقول حريب لكل من أنكر الرؤية ألا يرم وأعظم نعيم وأعظم ما يتطلع إلى المسلم رؤية الله سبحانه وتعالي يوم القيامة في الجنة معتقد أهل السنة والجماعة أن نفسا لن ترى الله حتى تموت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عندما كان نصلي أحد السنة كان نصلي في مكان ليس معه أحد رأى نور يأتي من جهة القبلة ثم رأى شيء على عرش ثم هذا خاطب هذا الذي من السنة وقال له أي عبد فلان سماه باسمه إنني أنا ربك نعم أشتسمع ها بسق في وجهه وقال أخسر عدو الله لا يمكن أن نفسه لن ترى الله حتى تموت مفهوم كان في المسجد ولا أوجد أحد المسجد مثل هذا المسجد طابقين و على طريقة متى علم الناس أن نلغي ناسنة تنتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويقص في الناس حتى يقع وقالوا سكرنا سكرنا بحب الإله قال وما أسكر القوم إلا القصة يعني يأكل المهم هو التماغل في المسجد الله 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 فهذا ساعد لهم من فوق فلان وهذا ارتفت لو جد أحد فلان ارتفت اقرأ قال ما أنا بقارئ كفر أكبر والله كفر أكبر مخرج من الملة يعتقد أن جبريل ينزل عليه بالوحي إخوان لا بد أن نتعلم واعتقده للسنة والجماعة هناك من يظن في هذه الأيام أنه قد يرى الله في اليطرة أو ينزل عليه جبريل بالوحي كفر أكبر مخرج من الملة نعم إذن رؤية المؤمنين لربهم البعض قال لا عندنا أدلة على عدم الرؤية لن تراني الشيخ الإسلام جعل على نفس النزام أنه لا يبت صاحب باطل بدلع على باطل إلا الشيخ الإسلام يقلب الدليل عليه لن تراني سأل شيء مستحيل ممتنع لا لو كان هذا السؤال ممتنع لأنكر الله سبحانه وتعالى عليه لكن علق الرؤية لماذا من بقاء الشبل واحد الثاني لا تدرك الأبصار دليل على الرؤية لأن عدم الإدراك يدل على الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليه سد الأفر أدركوا؟ لا رأى؟ نعم لا شك مفتوض نعم الدليل الثالث لا تدرك الأبصار الدليل الثالث كلا إنهم عربهم يوم إذن لمحجوبون قال الشابع رحمه الله إذا حجب أعداءه رأاه أولياءه سأل الله يجعله ياكم منه نعم قال وأنه يرى بلا إن كان في جنة الفردوس بالأبصار مواضع الرؤية في موضعين الأول في عرصة يوم القيامة والثالث الجنة على معشاء الله سبحانه وتعالى وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن نتعدى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسن الحسنة وزيادة ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المؤمن إلى ربهم نعم كلهم يرى برؤية العيان كما أتى في محكم القرآن نعم يقول هذا محكم ليس بمتشارك نعم وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إلهام نعم يقول ثبتت أدلة الرؤية بالكتاب والسنة والإجماع نعم رؤية حق ليس يغطرونها كالشمس صح ولا سحافظونها نعم شبه الرؤية بالرؤية للمربي بالمربي نعم وخصة بالرؤية أولياءه خصة بالرؤية أولياءه كلا أنهم عن ربهم يومئذ المحجوبون رآه إذا حجب أعداءه رآه أولياءه نعم نعم أحسن نعم نعم طيب ما مشكلة المحكم والمتشارك انتبه يا أخي معي القرآن يوصف لأنه محكم كل القرآن محكم كتابا أحكمت آياته أي محكم يعني متقن والإتقان يفسر قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار لا كذب وعدلا في الأحكام لا جوع ولا ظلم القرآن كله صدق هذا إذا كان خبر وإذا كان أحكام عدل انتهى هذا يوصف القرآن بأنه محكم كل ما في القرآن تمام ويوصف القرآن بأنه متشابه الله منسل أحسن الحديث كتابا متشابه أي يشبه بعضه بعض ويصدق بعض ولا يتناق إذا قد يذكر إحكام على حدة معناها الإتقان وقد يذكر التشابع على حدة معناها يشبه بعضه بعض ويصدق بعضه بعض إذا جاء المحكم مع المتشابك كما في سورة آل عمراء اجتمع المحكم مع المتشابه يكون المحكم الذي اتضح معنا والمتشابه الذي اختلف معنا والاختلاف هنا والتشابه هنا ينقسم على قسمين إما تشابه مطلق أو تشابه نسبي عيد لا يشكف إذن إذا جاء الإحكام واحكام معناه الإتقام صدق في الأخبار وعدي في الأحكام ويأتي المتشابه يوصف القرام لأنه متشابه أي يشبه بعض وبعض وصدق بعض وبعض يأتي المحكم مع المتشابه يكون معنا المحكم الذي اتضح معنا والمتشابه الذي اختلف في معنا والاختلاف هنا ينقسم إلى قسمين مطلق ونسبي وهذا ينبني على قراءة الوقف والوصل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إن الله تقف هذا تشابه مطلق هذا لا يعلم إن الله كيفية الصفات كيفية ما عد الله للمتقين في الجنة نسأل الله من خوله هذا تشابه مطلق لا يعلم إن الله الثاني تشابه نسبي وهذا ينبني على قراءة الوصل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله مثاله نرجعن ابن عباس صلى الله عليه وسلم قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله هل قال هذا من باب العجب الغروب والترفع على الناس لا الله أراد أن يبرهن ويثبت للناس أن كل ما في القرآن يمكن الوصول إلى معناه مفهوظ تماما إذن تشابه نسبي يعني هذا لديه 60% هذا 70% وكار ولهذا قال أنا من الراسخين في العلم إذن تشابه مطلق كيفية الصفات تشابه نسبي عند بعض الناس دون بعض هل الآن السؤال هل آيات الأسماء والصفات من المحكم الذي اترح معناه أو من المتشابه الذي لا يعلم إلا الله نعم ثاني مرة هل آيات الأسماء والصفات من المحكم الذي اترح معناه أو من المتشابه المطلق الذي لا يعلم إلا الله لو تقول محكم خطأ وتقول متشابه خطأ محكم آية الأسماء وصفات من قبيل المحكم الذي اتضح معنا من حيث المعنى معاني معلومة نعلم معنى الاستواء والعلم والحي والقيوم والصمد والله والرحمن والرحيم المعاني معلومة ومن المتشابه المطلق من حيث كيفية إذن لو سأل سأل هل آية الأسماء وصفات من قبيل المحكم والمتشابه نقول من قبيل المحكم من حيث المعنى اتضح المعنى ومن المتشابه المطلق الذي لعلم الله من حيث كيفية والحمد لله هذا اللي يقول الشيخ اقرأ وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات وصح فيما قاله رسوله فحقه فحقه تسليم والقرول آمنا وصدقنا وسلمنا نعم نمرها صريحة كما أدت نمرها صريحة ما معنى هذا معنى إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية العلمة عند الله والسؤال عنها بدع يعني لا يمكن يا أخوان بعض الناس يقول أن الآيات الأسماء والصفات تقرأها مثل ما تقرأ الآن تمشي أحيانا مكتوب بعض الكلمات بالأردو صح أو بالفارس عند دورات المياه مثلا أنا لا أعرف هكرا يعني هذا المكتوب يكتب مثلا وضوك خانم صح يكتب هكا يعني كتابة أنا أكتب الآن ديس ديس هذا يعني تقرأ ليس له معنى أصلا وما وضعك العرب صح أكتب يس بالعربي بالعربي حروف عربية خلاص نعم هذا كلام عرب كلام مهمة تمام يقول بعض الناس أن آيات الأسماء والصفات تقرأ هكذا مثل ما تقرأ ديس أو تكتب آيان بالعربي سوري مثلا وقالوا ما نفهم منها شيء هذا الكلام فيه تكذيب للقرآن وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عين والسلام الصالح وفيه استطالة للفلاسفة يعني نرفع الفلاسفة فوق الأنبياء ورسل على المصار تكذيب للقرآن لأن الله سبحانه وتعالى قال لي يتدبروا آياته ولم يستثني شيء لم يستثني آياته لأسماء وصفات بل أكثر ما في القرآن اسماء وصفات توحيد الثاني تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلام الصالح يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذا جاهل كفر أكبر استطالة للفلاسفة لأنه قالوا خذنا بحام في العلم وقف الأنبياء على شاطئه ما يمكن يقول عرضت المصحف على أدنى عباس وجاهل رحمه الله ثلاث مرات أوقف عند كل آية ولم يستثني شيء مفوض أي نعم فهذا اللي يقوله من يقال أنا أتوقع لا أكون معنا السدنة ولا أكون معنا البدع يقول هذا القول هم من شر أقوال أهل البدع لأنه تكديم للقرآن وتجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة السلام الصالحة والله معين واستطالة للفلاسفة نعم نمرها صريحة كما أدت ما أعتقادنا لما له أقول إثبات والتنزيه والمعاني معلومة والكلفير علم عند الله والسؤال عنها بدع أما تقرأ هكذا كما تقرأ الكلام الغير عربي هذا من شر أقوالهم من البدع نعم ما أعتقادنا لما له اختبت نعم من غير التحليف ولا تعطيلي وغير التكييف ولا تمثيلي الله علمنا قد هنا نريد نشرح التكييف والتمثيل والتعطيل والتحريف والتأويل رد أحسن أسمحك أسأل الله سبحانه وتعالى إليه ولكم التوفيق السداد الله أعلم صلى الله عن بي محمد وآله صحبه وسلم أحزائكم الله خير سواق المحب سواق سواق نقوم نمشي سواق الماشي سيئة كيف يقول الحرام ورزق الحرام رزق ولا يبلونكم الله بالشيء رزق لكنه محرر الربا رزق رزق محرر نعم يسمى رزق هذا كلام الشخ بالعثمي والله سبحانه وتعالى يقول ولا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيدكم ورماحكم رزق لكن محرر شكرا للمشاهدة وقرا للمشاهدة الشيء مشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة وтакه تعالى 썩iamo اللعنة شكرا للمشاهدة شكرا